ابراهيم مريح ابن الواحد وعشرين عاما من طمرة المعتقل منذ اكثر من شهر لم يتخيل يوما ان يكون في هذا الموقف وتؤكد عائلته على براءته وتوجه عقبات بتجنيد طاقم مهني للدفاع عنه وذلك على الرغم من مرافقة المحامين المتطوعين للمعتقلين منذ بداية الازمة الا ان بعض القضايا تحتاج لمحامين دوي خبرة يتقاضون مبالغ لا قدرة للأهالي على دفعها كعالي لم نتوقع ابدا يجي مبلغ هالأد هائل من محامي وبهاي القضايا خاصة بما انها قضايا مجتمع مش قضايا فردية او شخصية او اي اشي ثاني ولكن المبلغ اللي طلب مبلغ هائل جدا وفوق قدر استطاعت العائلة ولذلك حاولنا ان نطلب من المحامي او نبحث عن محامي اخر بسعر اقل ولكن الكل كان خلينا نقول فش ولا اي محامي يطلب اقل من مئة الف شكل فالشخص قادر ايضا المئة الف شكل هي مبلغ كثير كبير لدفع واحدة ومش رح نكمل بالقضية الا ما يتم تسديد مبالغ هائلة اربعين الف وستين الف عشان نقدر نستمر بالقضية اللجنة الشعبية والاهل في طمرة قرروا الوقوف لاسناد المعتقلين وعائلاتهم وبدروا لاقامة صندوق للتبرعات بهدف تجنيد طواقم دفاع مهنية مستمرة لتعامل مع هذه الملفات المركبة الهدف الاول والهدف الاكبر هو اول اشي انه نفرج اهالي المعتقلين انه هن مش لحالهم في هاي المعركة المعركة طالت واعتقالهم تم اعتقالهم بسبب هالقد كبير وهالقد سامي اللي بفكر انه كل واحد شريف وعنده نخوي لازم يكون بجانب هذولا المعتقلين الشباب خيرة شباب البلد عشان ما يحسوش لحالهم في هيك ازمة يوم الجمعة كان الاطلاق الحملي كان في المساجد وكان في اقبال وكان في تبرعات بالرغم من الاوضاع السعبة اللي كل مجتمعنا بمرؤ فيها والناس كمان بس الناس ما تأخرت ما تأخرت في تلبية النداء وفي التبرع وإسا وانا احكي معاك بالصدفة كمان اجاني كمان تلفون اللي الناس بشكل يومي قاعد بتتواصل بدها تتبرع لانه في هاي المرة احساس عام ربما تكون حملة الاعتقالات المعلنة من قبل السلطات الاسرائيلية قد انتهت لان ثمانية من ابناء طمرة واخرون من بلدات اخرى لا يزالون رهن الاعتقال ينتظرون مصيرهم الذي لا يبدو واضحا حتى اللحظة وقد يحتاج لمواد بشرية ومالية ليست بمتناول يد العائلات ما قد يجعل هذه المبادرة عجل النجاة للكثيرين منهم اشتركوا في القناة